ألاف الغاضبين في ختام عزاء الشهيد جعفر الدرازي في بلدة الديه غرب المنامة رددوا شعارات المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء ومحاكمتهم وهتفوا بإسقاط النظام الخليفي وحق تقرير المصير مؤكدين على خيار المقاومة والاستمرار في طريق الثورة وقد عمدت السلطات الأمنية إلى نشر عناصرها في المنطقة المحيطة بمدينة جدحفص وبلدة الده في طريق المشاركين عبر وضع الحواجز الأمنية والعسكرية وتواجد كثيف للآليات والمدرعات حيث واجهت هذه العناصر الزحف البشري المتوجه لدوار اللؤلؤة بالقمع المفرق واستخدام القوة لتفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري المحرم دوليا ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين الجانبين وإصابة العديد من المتظاهرين بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وأثناء القمع المفرق للمتظاهرين سمع دوي انفجار قرب مجمع الهاشمي التجاري بمدينة جدحفص أسفر عنه مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة من الجنسية الباكستانية واليمنية وضابط إماراتي وإصابة أربعة آخرين من الجنسيات الأردنية والباكستانية وقد أعلنت حركة تسمى سرايا الأشتر مسؤوليتها عن تنفيذ العملية